طب إيه تنصايح اللي ممكن حضرتك تقدميها للأشخاص اللي هم خدوا إقامة بسنة يعني السنوية مش عارفين يجددوها إيه الطرق الموجودة الطرق القانونية اللي ممكن يلجأوا لها عن طريقكو يعني طيب خلينا نمشي بالتدريب تفضلي أول حاجة خالص الشخص يستشير حد وياخد منه معلومات كافية ويحكي إيه ويقول إيه في المقابلة ويتدرب قبل المقابلة لو قلنا إن الشخص استشار حد وعمل كل شي مظبوط وأقواله مية بالمية وبناء على القانون النمساوي يحكل وياخدوا اللجوء ومع زيالك جالوا رفض عدم الاستسلام بمعنى مش خلاص أنا جالي رفض خلاص الموضوع انتهى والدنيا انتهت لا دلوقتي المحكمة الدستورية العليا هي موجودة علشان تنظر في القرارات اللي بتصدرها المحكمة إذا كانت رفض أول وتاني درجة بالظبط دلوقتي إحنا بنمشي خط تدريجي قانوني أنا باخد أول شي من البيئة فقه مية سنة بطعن للمحكمة اللي هي الدرجة أعلى من البيئة فقه بروح أقابل فيها بقابل عند القاضي القاضي إداني رفض من حق إن أنا قطعن عند المحكمة الدستورية العليا فالمحكمة الدستورية العليا دي عندها لجان قضائية فلما واحد واثنين وعشر ومليون يعمل طعن للمحكمة الدستورية العليا فوارد جدا إن بعد ما ييجي شكاوي كتير وتعونات كتير للمحكمة الدستورية العليا تقول دلوقتي بس ستوب لازم يكون فيه وقفة وتعدل القوانين أو تعدل الإجراءات وتقول خلاص لا تصدر قرار تقول خلاص لا السوريين اللي عليهم الشروط دي أو أي جنسية أخرى بينطبق عليه الشروط دي لازم يحصل على اللجوء فالشخص لازم يحاول مرة واثنين وثلاثة وإذا ده فشل وجرف ده حتى من المحكمة الدستورية العليا عادي جدا بنقدم لجوء جديد لحين إصدار قوانين جديدة زي ما حصل في موضوع لمش شمله المحكمة الأوروبية قالت دلوقتي ستوب خلاص ممكن دوارد جدا يحصل كمان في القضية الموجودة حاليا ونقدر نقدم طلبات لجوء جديدة وكل ياخد لجوء يعني طرق التقاضي علين دلوقتي عشان نوضح للسادة المشاهدين إن هناك أكثر من طريقة لطرق التقاضي والأمثل لها هو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا اللي هي بناء على القرارات المتخذة من القضاء السابقين ممكن يكون هناك قرار مخالف لقرار القاضي اللي حكم بسنة ممكن يحكم بثلاث سنين أو بالتالي لم الشمل بالزبط بس في نقطة دكتور ممدوح عايزة ألفة نظر المشاهدين لها لأن في ناس كتيرة مش عارفاها الطعن للمحكمة اللي تحت المحكمة الاتحادية أو الإدارية ده هو الطعن ممكن الشخص يقدمه عن طريق المنظمة عادي جدا الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو الاتحادية العليا ده لازم حصريا عن طريق محامي خاص لازم الشخص يتوجه لمحامي خاص عشان يقدم له طعن للمحكمة الدستورية العليا ترجمة نانسي قنقر